يا علم بحضراتكم مرة أخرى ضيف عزيز كالعادة كابتن الكبير كابتن محمد يوسف شرفني نورني في هذه الفقرة كابتن محمد مشرف ومنور حبيبة كريما سعيد والله أنا أبقى معاك والدردشة معاك في الكرة أحلى حاجة عارف اللي أحلى إيه بقى إن إحنا دايما بنتقابل في المناسبات السعيدة يعني الصدفة بتجمعنا في المناسبات السعيدة هو الأهلي دايما صنع السعادة ومفرح جمهوره ومفرح جمهوره مصر كلها فالأيام اللي هنقضيها في الإنجازات والسعادة تبقى إن شاء الله طب تسدق يعني دي حلوة هبدأ بيها معاك شكتر لسه بقولها في الإنتر إنه النادي الأهلي عادة أي فريق في العالم بما فيهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وكل الفرق الكبيرة العظيمة دي في التاريخ يعني عندهم فرحات لحظات سعادة كتير وعندهم برضو لحظات زعل كتير الأهلي لحظاته السعادة بتاعته كتير قوي ولحظاته المفاهي السعادة قليلة قوي استثنائي في الحتة دي النادي الأهلي يعني دايما بقول اللي بيشجع النادي الأهلي ده يا بغته هناء صح صح فهنا أقولك ليه لأن ده راجع للسيستم والنظام والمنهج اللي ماشي عليه كل الإدارات وبالتالي ماشي عليه الفرق كلها فهنا فيه ثقافة عارفها الناس اللي بيشتغلوا في الأهلي أو اشتغلوا في الأهلي أو اتربوا في النادي الأهلي فاحنا لعبنا وكنا في الناشئين أنا بدأت وانا عندي 11 سنة فما بلاقيتش حاجة متغيرة من وانا عندي 11 سنة لغاية ما بقيت مدرب يعني على مدار كل ده بقى لعبته وبطلته وبعد كده شغلت في التدريب وإدارات اتغيرت وإدارات اتغيرت ولعبة اتغيرت والأجيال اتغيرت بيختلف الأسلوب لكن المنهج واحد وهو أني أنت مطالب تسجل تمهيرك أنت مطالب تفوز بالمركز الأول على طول ما بتكتفيش بأن أنت تحقق لقب أو لقبين أو ثلاثة أو بطولة أو بطولتين أو ثلاثة أنت النهاردة بتاخد البطولة خلاص بتحطها وراء دارك وتبدأ تفكر في الجديد صح عشان ترضي جمهورك وترضي إحنا ما كنا بنلعب كمان أنا فاكر كنا نخلص المباراة ونطلع ناخد عربياتنا وإحنا مروحين الناس بتقابلنا في الشارع يفكرون بالمباراة اللي بعد 4 ايام أو 5 ايام ما يقولكش مبروك على المطش اللي لعبته النهاردة لا مبروك النهاردة والله وفرحتوه هنا بس خلي بالكو يوم الخميق يعني أنت اللعب الحد مثلا أو نهاردة الجمعة عندك موتش يوم الأربعة خلي بالكو بقى من الإسماعيلي مثلا أو إيه المباراة اللي هي اللي جاي يوم الأربعة دي صح فكت أنا حتى أقول إيه أنت برحاو بس أنت بفرح من نهاردة أيوة إنه لايح شوية مع بعض بكرة نتكلم في الليل لا لا مافيش أهم كده فهو ده سر سر إن النادي الأهلي دايما رقم واحد إيه ليه لإنه دايما ما بيشبعش بطولات صح جمهوره ليه عامل بصراحة إنه جمهوره دايما ما بيقبلش غير الفوز ما بيقبلش غير الفوز وإذا تعادلت وإبلك في يوم إنك تتعادل يبقى اللي بعده لازم تكسب أيوة فهي دي منهجية الأهلي وهي دي منهجية جمهور الأهلي وبيتطبع بيها اللعيبة والمدربين والمسؤولين واللي بيشتغلوا الأجهزة الطبية والأجهزة الإدارية وكل من يعمل في المنظومة دي بيبقى فهم كواس قوي إنه هو مطالب مش مباراة ولا اتنين ترجمة نانسي قنقر